شهور خلا فيها العالم واختفت وجوه البشر ومع كل الاستنفار اختار الوباء نحو عشرة ملايين ضحية حتى الآن انتصر على نصف مليون منهم وأودى بحياتهم نحو سبعة أشهر من المواجهة المفتوحة والبلدان المغلقة معركة لم يكن ضحاياها من البشر فقط بل سبغ اللون الأحمر مؤشرات الاقتصاد كذلك وضاعف الأزمات من بؤرة إلى أخرى تنقل فيروس كورونا فكانت البداية من وهان الصينية تلتها الصدمة الأوروبية ثم التفشي الواسع في أمريكا الشمالية فاللاتينية لتستحوذ القرات الثلاث على نحو خمسة وسبعين في المئة من إجمالي الإصابات وبنسب متساوية تقريبا بينما سجلت الإصابات في قارة أسيا نحو أحد عشر في المئة وفي منطقة الشرق الأوسط تسعة في المئة تقريبا ومن اللافت أيضا أن أعداد الوفيات بالفيروس في سبعة أشهر تقارب أعداد ضحايا فيروس الإنفلونزا ولكن في عام كامل كيف وصلنا إلى هنا؟ وهل كان باستطاعتنا تجنيب الملايين هذا المصير؟ سيناريوهات واتهامات متبادلة بين دول ومنظمات صحية ودراسات علمية ربما كان آخرها إلقاء اللوم على المصاب الصامت فبحسب صحيفة نيويورك تايمز رأى الباحثون أن الاعتقاد الذي ساد في البداية بأن المصاب بلا أعراض غير قادر على نقل العدوى كلف البشرية الكثير وكان السبب في نشر الفيروس بنسبة وصلت إلى 60% وخلال شهور الإغلاق تراجعت أعداد الإصابات ومؤشرات الاقتصاد معا ولم تجد الكثير من البلدان مفر من إعادة فتح أبوابها إلا أن المخاوف عادت مع ارتفاع منحنى الإصابات من جديد وسط تحذيرات منظمة الصحة من موجة ثانية تجرف معها حياة الملايين كل هذا يضع العالم في حالة ترقب وعينه على مطور اللقاح فنجاحهم يعني إزدال الستار على مشاهد قبور الوباء وإعادة الحياة للأحياء منا مصطفى الحدث ترجمة نانسي قنقر